إنسانياً أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أوقفت مؤقتاً عملها في أوكرانيا لأسباب أمنية ويأتي قرار إيقاف العمليات الإنسانية للصليب الأحمر الدولي عقب الانفجارات الأخيرة التي شهدتها مدن أوكرانية في اليومين الماضيين من جهتي قال المجلس النرويجي للاجئين أيضاً أنه أوقف عمليات الإغاثة هناك حتى يستتب الأمن بدرجة تسمح باستئنافها